في مباراة الأمس الأهل مبارح فايز الحمد لله لين واحد كنا تمناها 2-0 كان ممكن نبقى 3 كان ممكن جدا مين بقى اللي بوز الدنيا حكم تحدي الافريقي اختار حكم مالوش علاقة بالتحكيم حكم الليبي طبعا مالوش علاقة بالشعب الليبي لا بتكلم على التحكيم الحكم معتز براهيم اللي قدام حضراتك رجل ده مبارح هو الذي أضاع فوز كبير للنادي الأهلي على الأقل على الأقل كده على الأقل عندك ضرب الجزاء على الأقل مش هقول اتنين هقول واحدة وطرد طرد صريح لعب الوداد آخر واحد في نص ملعب الأهلي العشرة كلهم في نص ملعب الأهلي برستاو بعديه في نص ملعب الأهلي يعني كان انفراد صريح كان يخلص المطش ده ثلاثة كانت تبقى ثلاثة صفر الكرة اللي قدامكو دي الكرة اللي قدامكو دي السبب مين فيها؟ معتز إبراهيم في أي دولة في أي كرة في العالم درجة خمسة درجة سبعة درجة سبعتاشر دوري محترفين غير محترفين كرة شراب كرة قدم أي شيء أي حكم لو محدش يعرف تحكيم قال لي بيه قاعدة تحكيم الكرة دي طرد طرد مش نزار لنه ده آخر واحد وهدي برستاوهو الكرة رحاله سجل الثالث كان خلص الماتش خلاص خلص البطولة ولكن الحكم لأنه قرر أنه يدي قرار بعيد عن الرياضة وبعيد عن العدالة حكم معتز فهيدي انزار ولم يأتي أو يسمح لو أي بقول لكم حكم جاي من أي مكان ولكن للأسف قرار ظالم قرار أضاع فوز كبير للنادي الأهلي مبارح هيبقى ثلاثة وخلاص كان ممكن يبقى أربعة لأنه ده خلاص كان أنت ثلاثة صفر في القاهرة لأنه ده كان هيبقى الجنة الثالث وبالتالي هذا الحكم لم يكن لعادل ولا حكم له علاقة بالتحكيم في كرة القدم ضرب الجزاء واضحة للنادي الأهلي وبالمناسبة كمان حتى حكام الفار ما كانوش أيضا عندهم عدالة أمس وكان بالمناسبة يعني يعني فيه توجه ضد النادي الأهلي واضح ولكن تاني الأهلي مبارح فاز 2-1 الأهلي رايح يلعب يوم الحد الجاي إن شاء الله في ملعب أو مركب محمد الخامس في الدر البيضاء بإذن الله تعالى أنت رايح فايز مش رايح مغلوب ولا عندك تعادل لا فالأهلي عنده يقدر يسجل تاني بقول لكم الأهلي لديه المقدرة أنه يسجل ويتعادل وقد يفوز أيضا ويحقق هذه البطولة البطولة دي إحنا أحق من الوداد ليه بقول كده لأنه الأهلي في أحسن حالات ومبارح المبارح كانت أفضل مباراة لعبها الأهلي يبما في الفترة الماضية بالكامل ويمكن أحسن مطشات فيه نهاء دور الأبطال مطش مبارح الأهلي كان عنده استحواز مبارح أكتر من 70% أنت مستحوز على المطش المطش بتاعك مبارح عندنا نجم جديد ومولد حارس المتخب مصر مصطفى أحمد شوبير مصطفى شوبير مبارح كان نجم المباراة هو أحسن الشحات مبارح الاثنين كان نجمين مباراة مبارح الشحات ومصطفى شوبير مصطفى ده شال المطش بالمناسبة كان سبب رئيسي في الفوز 2-1 يعني كان ممكن الوداد مبارح يتعادل وكان ممكن الوداد مبارح يفوز لكن هذا البطل اللي هو هيكون حارس إن شاء الله هيعدي أحمد شوبير يعني مصطفى بالعمل مبارح يعود مصطفى أحمد شوبير لحراسة مرمو النادي الأهلي ولمنتخب مصر مبارح أنا شخصيا يعني مع تقديرنا للشناه ويرجع بالسلامة عشان هيلعب المطش الجاي لا ما حسناش بفرق وده مش عيب لا ده هو ده النادي الأهلي أي حد موجود في الملعب يمس النادي الأهلي فبيلعب باسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي فتحية لي الكابتن مصطفى شوبير والكابتن حسين الشحات مبارح كان رائع كان مبارح حسين ممكن يعني قدامه كان يسجل هدف مبارح على الأقل جاله ضرب الجزاء ولكن الحكم ظلم حسين الشحات إنه مدلوش ضرب الجزاء هروح لعلي معلول علي معلول قد يكون هدف الوداد منه أيوة صحيح ولكن بلاش قسوة على علي معلول بلاش قسوة على علي معلول علي معلول تاني بقول قدم للنادي الأهلي وافتكروا كلامي النهاردة بإذن الله علي معلول سيكون بإذن الله مفتاح الفوز بالبطولة دي يوم الحد الجاي علي معلول علي معلول لما بيغلط وافتكر حصلت قبل كده بيغلط في مطش بيجي المطش اللي بعده بيكسر الدنيا هو ده علي معلول وده عهدنا بعلي معلول فلازم ندعم علي معلول مش نقصه على علي معلول بلاش قسوة على اللعيب اللعيب عندهم مطش قوي جدا والنهاء يوم الحد فاللي مطلوب النهاردة ندعم كل لعيب النادي الأهلي خلاص انسوا مطش مبارح ركزوا في مطش لحد اللي جاي ده المطلوب على جمهور النادي الأهلي تاني لان انتو اللي عملتون بارح مباراة هاليق باسم اكبر نادي في افريقيا نادي القارن عشر بطولات وان شاء الله الحداشر بتعتنا يوم حداشر ان شاء الله الحداشر يوم حداشر بإذن الله هتكون بتعتنا وزي قدي الشحاتة هو وده برسي تاوي اللي جاي من بعيد سجل هدف الاولاني وكهرابا بارح بسم الله على فكرة وبالتالي ان شاء الله كهربا المطش الجاي كمان يسجل ويبقى هو الهداف وكمان يستعق التكريم كلهم يستعق التكريم شكرا لكل نجوم النادي الأهلي ولكن نخلي بالنا من بملاك الحكم الأسيوبي حكم الأسيوبي تيميا هيحكم المطش يوم الأحد اللي جاي وانا هنا طلبي من نادي الأهلي ده حكم دايما صفارته ضد النادي الأهلي تاني صفارته ضد النادي الأهلي أي مطش بيحكمه ما تنتظرش منه أي حاجة كويسة ما يعرفش حاجة اسمها عدالة الراجل ده أنا تبيعته في مطشات كتير خاصة اللي بيبقى الأهلي ودايما يختاروه لمطشات الأهلي الحاسمة تبقى حاجة عجيبة قوي شمعنا ما فيش غيره في أفريقيا يعني ما عندك حكام كويسين قوي قوي ولكن تاني لو احنا لنا شكوى الأهلي يقدمها ضد حكم الليبي وكمان الأهلي لازم يشتغل قلت مبارح بعض المطش على طول يشتغل لأن الحكم ده لا يصح أبدا إدارة نهائي في المغرب لقدامكم لا ده الحكم الليبي هتقول لحكم الإسيوبي كيسيمة ده لا يصح أبدا لأن يدير هذه المباراة المهمة جدا لأنه اختياره اختيار الحكم ده حكم الإسيوبي حكم من الحكام الليس لهم علاقة أيضا بالعدالة لما يكون في نادي مصري ما بالك بالنادي الأهلي عملها قبل كده تاني بقول عملها قبل كده ولازم يتعرف ولازم يتقال بشكل واضح أنه هذا الحكم والجميع يبقى عارف أنه حكم ما لهش علاقة بالتحكيم وليس لها علاقة أيضا بأنه يعني وزي يقول كده ده مباراته الأخيرة يعني بعدها هيعتزل يعني ممكن يعمل كل حاجة خارج كرة القدم وهيعتزل خلاص يعني هتعمل له إيه فأنت من دلوقت الأهل عليه أنه يتقدم من الآن باحتجاج بأي شيء بتغيير أنت ما تبقاش رايح وانت عارف أنه أنت الحكم ده مش معاك أنا عايز حكم عادل بعيدا عن حكم ده أي حكم يختروه غير تسيمة لأنه هذا الحكم ليس له علاقة بالنزاهة مبارح حد بعاتلي فيديو لبعض الناس كانوا طالعين على إحدى القنوات مبارح بالليل وقالوا أحمد موسى بيكال وانت مالك بأحمد موسى انت مركز معايا ليه انت مالك بالأهل ومالك بأحمد موسى مركز معايا ليه مش عايزة ديهم قيمة طبعاً وانا بقول مش عايزة ديهم قيمة وانا عمري بتكلم لأنه ناس يعني احنا يعني مش عايزين نتكلم يعني فانت مالك بي أن أنا بقول ما أنا أقول أنا حر وانت كبير مش عايزة نقول رأيي بقول لك أحمد موسى بيقوله على حكم آه بقوله على الحكم وبقوله هفضل اتكلم على الحكم واتكلم على أي حد بيحكم غلط وأي حد بيعمل حاجة غلط انت إليه زعلك وانت طرف في المطش انت قا تتفرج يعني دورك تتفرج لأنت موجود في النهائي ولا موجود في ولا هناك ولا هنا فانت مالك يا أحمد موسى بيقول إيه والنادي الأهلي بيعمل إيه فكل واحد يخلي باله من كلامه يعني فأنا بس بقول لهم بس النهاردة الرسالة دي سريعة عشان بقول له هفضل النهاردة وقتنا يعني محدود عشان عندنا فقرتين بعد شوية مهمين للغاية هنتكلم عنهم فتاني النادي الأهلي النهاردة عليه مسئولية كبيرة لأنه تاني انت رايح مطش نهائي بتلعب قدام الوداد على ملعبه ووسط جمهوره مع حكم السيوبي أتمنى إدارة الأهلي تتحرك لتغيير هذا الحكم وده حق مشروع إذا أنت متشكك في هذا الحكم إذا أنت الحكم ده له عنده تاريخ ماضي سيء تاريخ هذا الحكم الماضي كله سيء نادرة لم يبقى عنده حاجة إيجابية وعشان كده زي ما بقول لكم لازم الأهلي يقدم ده ويتقدم لتحاد الفريق لا ما بقاش إن أنا النهاردة شايف الحكم ده جاي في ظروف صعبة في حشل جماهيري وشحل والنادي الأهلي مبارح ما شاء الله مبارح السادة القاهرة جمهور الأهلي ما شاء الله مبارح أكتر من ستين ألف مبارح كانوا مالين السادة القاهرة زي ما انتوا شايفين أكتر من ستين ألف مبارح أهلي أهلي بروح رياضية تشجيع ما فيش خروج الدنيا كانت بسم الله ما شاء الله دخول خروج زي الفل كله بشجع النادي الأهلي عملنا ده وتاني بقول هو ده النادي الأهلي وده جمهور النادي الأهلي اللي حاولي شاكوكو فيه لا ده جمهور النادي الأهلي اللي هو جمهور اللي هو زي ما بقول كده يعني يستحق ونبدأ النهاردة نشتغل على جمهور اللي هيروح المغرب تجهيزات كان معنا الدكتور سعد شلبي يوم الأربع اللي فات وتنسيق والسفير المغربي كان معايا أول مبارح في مداخلة أيضا يوم الساب اتكلم بشكل واضح على تجهيزات والترتيبات وبيرتب والكلام ده ففيه تعاون كبير ما بين البلدين وكل واحنا علاقتنا متميزة جدا 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 مع شقائنا في المغرب احنا نعم نتكلم رياضة نتكلم رياضة من حق جمهور المغرب بيشجع الوداد وأنا من حق جمهور مصري وآهلي طبعا بشجع النادي الأهلي وكان جمهور مصري كمان وبعد شوية ممكن نوريكوا تقرير حتى فيه جمهور تاني من نادي الزمالك بيشجعه كان الأهلي مبارح بيتكلموا معنا ولا كأنا بتفرج وبشجع الأهلي ونفس الأهلي يفوز بطولة فيه تاني بقول فيه روح رياضية يعني فيه روح رياضية جماعة بلاش نعمل مسألة التعصب والحاجات دي ما نروح رياضية في الآخر هيئة بطولة تحسب لمصر نادي الأهلي من مصر مو بيمثل مصر النهاردة لو كان الزمالك هنشجع الزمالك والزمالك لما أخذ بطولة بطولة ده أنا عملت له حفلة هنا النادي الزمالك عملتها بس الناس بتنسى الناس بتنسى أو بعض الناس بينسوا بعض الناس لما أخذ الدوري مرتين احتفلت بالنادي الزمالك واغاني النادي الزمالك وإيه المشكلة يعني مش فريق خد بطولة مش هو ده لكن للأسف بلاقي بعض أصوات كده خارجة عن يعني ملاهاش علاقة زي نقول كده اللي نتمناه واللي احنا عايزينه يحصل عايزين ده عايزين ملاعب تبقى كده عايزين الجمهور يعود الجمهور يعود مرة أخرى ب جمهور خلاص عايزين الجمهور يرجع مبارح كان يعني صورة مشرفة صورة حضرية للغاية حاول بعض الناس طبعا لا صورة بتكلم على ستين ألف واحد مبارح لو في خمسة ستة سبعة حصل منه أي مشكلة دي بتكلم على يعني اثنين تلاتة حاجة محدودة يعني وارد لكن الجمهور في الآخر عندك صورة ايه اللي راح العالم كله تمانين دولا بارح الصورة اللي قدامك دي جمهور مالا الاستاد في منتهى الانضباط منتهى الروح الرياضية زي ما دخل زي ما خرج ناس دخول الاستاد خروج الاستاد في منتهى النظام شركة تسكرتي اداء على المستوى ترتيبات هي تستدي قاهرة على اعلى المستوى كل التجهزات وبالتالي النهاردة نتكلم على صورة حضارية قدمها النادي الاهلي وكان نموذج في منتهى القوة